اشتركوا في القناة ونكتدي بأول هدف هو إيجاد مشتقة تحصل ضرب دلتين مشتقة تحصل ضرب دلتين يساوي الدلت الأولى ضرب مشتقة الدلت الثانية زائد الدلت الثانية في مشتقة الدلت الأولى بايشوف معاكم اشلون تيني الدالة تيني الدالة بذي الشكل أوفف اكس تساوي يعطيني الدالة الاولى يو اكس مع ذي اكس بينهم ضرب اياقول كل من يو اكس وفي اكس دالتين قبلتين للاشتقاق المهم عندي دالتين ضرب بعض نشوف اشتقاقهم اني نطبق اللي كتبناه هني مشتاق الدالة الاولى فبيقول الدالة الاولى هي اكس حطيتها ضرب مشتاقة الدالة الثانية فالدالة الثانية ذي مشتاقتها ذي برايم زائد الدالة الثانية اللي هي ذي اكس في مشتاقة الدالة الاولى اللي هي واي برايم وبذي الشكل أنا عرفت القانون اللي بستخدمه حق مشتقة حاصل ضرب دولتين إني نشوف معاكم المثال أو التمرين اللي هو أوجد المشتقة الأولى للدولة أوفف اكس عطاني دولتين أوفف اكس تساوي ثلاثة اكس ناقص واحد ضرب ثلاثة اكس ناقص اثنين ضرب ثلاثة اكس زائد خمسة إني أول خطوة نسويها بيكتب القانون أنا يتوقلت القانون يقول لي مشتقة الدالة اللي بينهم ضرب يقول لي الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى أقول يساوي آية أشوف معاكم الدالة الأولى معناتها ثلاثة اكس ناقص اثنين نزلت نفس ما هي في مشتقة الدالة الثانية أروح للقوس الثاني وابتدي أوجد المشتقة 2x لأن الأس هنا بواحد فمشتقتها فقط المعامل اللي هو 2 الخمسة أي عدد ثابت مشتقته بصفر لذلك أنا ما حطيته أسك القوس وأحط زائد أروح للدالة الثانية من هي الدالة الثانية؟ هي 2x زائد 5 أكتبها نفس ما هي في مشتقة الدالة الأولى بارجع للدالة الأولى هيقول 3x لأن الأس هنا واحد فمشتقتها فقط المعامل اللي هو 3 بعدين سالب 2 وهو عدد ثابت فمشتقت أي عدد ثابت وهو صفر لذلك أنا سكيت القوس وقلت هذه هو الاشتقاق اللي أنا طلعته آي أطلع معاكم أنه عندي 3x ناقص 2 في 2 زائد 2x زائد 5 في 3 الشي اللي بأسوي بروح أوزع هذه الاثنين في الشكل وزعها بالضرب ونفس الشي بوزع الثلاثة إني نشوف شنو بيطلع عندي بأقول يساوي 2 ضرب الثلاثة بيعطيني 6x 2 ضرب سالب 2 يعطيني سالب 4 3 ضرب 2x بيعطيني 6x 3 ضرب 5 بيعطيني 15 نشوف الحدود اللي طلعت عندنا هني ويأتشوف هل ممكن أنه أنا أجمع الحدود المتشابهة ولا لا فبلاحظ معاكم أنه عندي حدود متشابهة اللي هي 6x مع 6x ليش متشابهة؟ لأنه نفس الأصل المتغير وسالب 4 العدد الثابت بجمعه مع الخمستعاش فيطلع عندي 12x زائد 11 يعني أنا خذيت 6x مع 6x وخذيت اللي هي سالب 4 مع الخمستعاش فطلع عندي 12x لأنه 6 زائد 6 12 وسالب 4 زائد 15 بيعطيني 11 وبذي الشكل أنا انتهيت من هذي التمرين إني ننتقل إلى الجزء اللي بعده مشتقة خارج قصبة دلتين إني نشوف القانون يقول لي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام نقصنا على المقام تربيع نشوف شكل الدولة شلون يكون عندي f of x تساوي u x اللي هي الدالة الأولى على v x الدالة الثاني خلني أكتب عليهم ذلين إنه هذي هو البسط وهذي هو اللي تحت المقام نشوفها الحين المشتقة شلون بتكون نقول المقام اللي خذناه v x لأن القانون يقول لي أواشي المقام مضروب في مشتقة البسط ناقص البسط u x في مشتقة المقام على v تربيع اللي هي المقام باغذة تربيع خلاص فأنا خذيت القانون لمشتقة خارج قسمة دلتين إني نشوف التمرين على هذي النوع من الاشتقال أوجد المشتقة الأولى للدالة of x وعطاني الدالة of x تساوي واحد على x ناقص واحد في البداية نسوي نفس ما سوينا في القبض هذي نكتب البسط وذي نكتب عليه المقام عشان أسهل لنا في التعويض باي أقول هذي البسط وهذي المقام نكتب القانون مشتقة of x اللي هي f' يساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع إني نطبق ونقول يساوي باي أخذ المقام خذيت x ناقص واحد هذي المقام صح؟ المقام نشوف مشتقة البسط أي عدد ثابت فمشتقة بصفر بعدين ناقص ناخذ البسط من البسط واحد فهذه الأولى هي البسط هالأولى هي البسط نزينا الواحد الثاني هذي هذي مشتقة المقام ليش؟ لأن هذه الأكس أسهل واحد فالمعامل هنا واحد صح؟ فأنا اتخذت المعامل وحطيته هو الاشتقاء زين سالب واحد شنو مشتقتها؟ مشتقتها بصفر لأن أي عدد ثابت مشتقتها بصفر لذلك أنا حطيت فقط اللي هو الواحد بعدين أحط قسمة المقام تربيع فأخذ أكس ناقص واحد تربيع أقول يساوي نشوف هنا الصفر خلنا أخذ هذه الصفر بوزعها على ذي القوس كبرى كامل على ذي القوس صفر في أي شيء يعطيني صفر لذلك هنا كان في صفر وأنا شلتها ناقص واحد في واحد يعطيني واحد والمقام أنزله نفس ما هو وبذي الشكل خلصت من هذه التمرين الحين أيا أشوف اللي بعده نأخذ ذي التمرين أوجد المشتقة الأولى للدالة واي عنده أكس تساوي ثلاثة إذن أعطاني نقطة أعوض عنها اللي هي أكس تساوي ثلاثة إني نشوف الدالة مع بعض الدالة تقول لي واي تساوي اثنينة إكس زائد ثلاثة على إكس ناقص اثنين نفس قبل أول شيء باي باكتب أنه هذه هو البسط اللي فض على المقام الحين باي أكتب القانون واي برايم اللي هو رمز المشتقة لواي أو دي واي دي اكس يعني أنا عندي يا أكتب هذه الرمز يا أكتب ذي فأي واحد منهم أقدر أكتبه وهو رمز للمشتقة أقول يساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربية أقول يساوي خذت أول شيء قال لي المقام فأخذت إكس ناقص اثنين وكتبت المقام وحطه بين قوسين بعدين آي أقول في مشتقة البسط معناته أفتح قوس وأيقول اثنينة إكس شنو مشتقتها باي باقول لأن الإكس قسها واحد ففقط آخذ المعامل اللي هو اثنين بعدين زائد ثلاثة مشتقته بصفر فلذلك أنا ما كتبته وصكيت القوس بعدين إن نرجع للقانون أحط السالب هذه السالب هي في القانون هذه هي نفس هذي من القانون بعدين آي أقول البسط اللي هو ثنينة إكس زائد ثلاثة أحطه بين قوسين أفتح قوس عشان أحط مشتقة المقام فبايا أقول المقام عندي هني إكس ناقص واحد بأخذ الإكس شنو مشتقتها ليش واحد لأن هني الأس بواحد فيأخذ بس المعامل زين المعامل من اللي هو هني قبل الإكس معاملها بشام بواحد لذلك أنا حطيت واحد ناقص اثنين هو عدد ثابت فمشتقته بصفر لذلك أنا ما حطيته وصكيت القوس إني نكمل ناخذ المقام اللي هو إكس ناقص اثنين الكل تربيع هيقول يساوي طلع لي بذي الشكل إش لون طلع لي بذي الشكل آي آخذ الاثنين أول مرة أوزعها على الاثنين وعلى الأكس واخذ الواحد نفس الشيء أوزع بالضرب على الثلاثة وعلى الاثنينة أكس إني نشوف شون يطلع عندي اثنين في اكس يطلع لي ثنينة أكس سالب اثنين في اثنين أو اثنين في سالب اثنين يعطيني سالب أربعة أنا بأشوف عندي إشارة هني سالبة لازم أنتبه لها واحد في اثنينة أكس يعطيني اثنينة أكس موجب في هذه الإشارة السالبة لذلك يعطيني هني سالب خلاص بعدين واحد في ثلاثة ثلاثة وإشارتها موجبة موجب فيه سالب يعطيني سالب ثلاثة وبذي الشكل أنا وزعت إذن الاثنين والواحد إني نشوف مع بعض هل في حدود متشابهة بلوقي إن عندي ثنين أكس سالب ثنين أكس مع الثنين أكس متشابهين وبعد عندي اللي هو سالب أربعة مع سالب ثلاثة الحين طلع لي ذي الشكل من الحدود باي أنتقل إلى السؤال وبالاحظ أنه عطاني إكس تساوي ثلاثة فهو يبي أعوض وطلع المشتقة عند إكس تساوي ثلاثة باخذ نفسها اللي أنا طلعتها وبايقول المشتقة الرمز عندي عندما إكس تساوي ثلاثة من السؤال يساوي باكتب ذي نفسه باشير كل إكس يعني باشير هذه الإكس وذي وهذه وبعوض عنهم بثلاثة خلاص عوضت عنهم بثلاثة فباي أطلع الناتج لهم اللي هو بيطلع عندي يساوي سالب سبعة وبذي الشكل أنا خلصت من التمرين للمشتقة خارج القسمة وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفاوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر